كلنا فرحانين كلنا مبسوطين وسنظل إن شاء الله لغاية يوم الحد ونتبسط أكتر إن شاء الله يوم السبت ويوم الحد إن شاء الله يوم السبت نتبسط ويوم الحد نتبسط ونتبسط كمان وكمان وكمان يوم السبت إن شاء الله نحاول نتبسط مع النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله في ظل كل هذه الظروف الصعبة للنادي الأهلي في ظل زروف مجموعة مع المنتخب ومجموعة إصابات بتحصل وعمر حمدي حتى اللعيبة اللي بتحاول تعتمد عليهم بيجي لها إصابات في التمرين يعني هو راجل قال لك أنا ما بلعبهمش في الماتشات بتاعت الربط عشان بيجي لهم إصابات أو جايين راجعين من كورونا طيب أهو جالك تعفل تمرين تعفل تمرين ممكن وانت طالع السلم يحصل لك لقدر الله حاجة في مدرستين زي ما قلت لحضراتكم في مدرسة بتحاول أنها تقفل ودي كانت مدرسة موسيماني ويقلل الأضرار محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل قبل الماتش بساعة هذه هي كرة القدم دائما بنشوفها بهذا الشكل وبهذا المنظر كرة القدم كده في ثانية ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل وصدقوني إن شاء الله إن شاء الله كلنا كأهلوية نجتمع يوم السبت القادم ونفضل وراء فرقتنا ودايما نتفرجوا وتفرجوا على قناة الأهلي النهاردة طول النهار بنزيع لحضراتكم ونقول لحضراتكم الفرقة نزلت من الفطار عملوا إيه شايفين حالة التركيز اللي هم فيها حنوري حضراتكم دلوقتي قدي إيه قدي إيه البعثة فرحانة ومبسوطة بفوز منتخبنا الوطني حنوري حضراتكم دلوقتي قدي إيه البعثة مبسوطة وفرحانة بعثة النادي الأهلي مبسوطين وفرحانين طيب خلينا نروح لزاملنا أمير هو أمير معي على التليفون ولا طيب خلينا نروح لزاملنا أمير هشام من أمام فندق إقامة النادي الأهلي برضو يقول لنا إيه الأخبار وأخبار البعثة المصرية وهذا الفوز الرائع والكبير لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله سيكون له تأثير إيجابي على معنويات اللاعبين المتواجدين ألف مبروك يا ميرو الله يبارك فيك يا كابتن إسلام ألف مبروك عليك وألف مليون مبروك على الشعب المصري كله فرحة كبيرة جدا جدا مبسوطين بشكل كبير للغاية بعد وصول منتخبنا الوطني لنهائي كلاس الأمم الأفريقية بمجهود وعرق وتعب رجالة مصر فعلا ويستحقوا أنهم يوصلوا مش قادر أوصف لك البعثة كلها فرحانة قد إيه الناس كلها مبسوطة قد إيه وفخورين قد إيه بولادنا ولاد بلدنا مصر وبإذن الله بإذن الله الفرحة دي تكمل بالبطولة إن شاء الله قدام السنغال نقدر نكسب ونقدر نعدي رغم برضو الظروف والإصابات اللي موجودة في منتخب مصر لكن هما أثبتوا أن هما رجالة الفرحة كبيرة جدا جدا يا كابتن إسلام والكل سعيد ومبسوط وبإذن الله بإذن الله نفرح أكتر وأكتر في المبرانة هائية يا كابتن إسلام عايز أقولك أنه طبعا كان في حرص كبير جدا جدا من كل الناس الموجودة هنا في بعثة النادي الأهلي في أبو ظبي أنهما يتابعوا طبعا المباراة ممارات بلدنا قدام الكاميرون يعني كلنا عايزين مصر تكسب عايزين يتابع الأعصاب كانت مشدودة بعض اللعبة كانوا يعني متحمسين جدا جدا خلال المباراة عايزين المنتخب يكسب على أعصابهم في كل لعب فيعني أجواء كانت حماسية بشكل كبير الناس كلها كانت بتتابع المباراة عن كسب والكل كان مترقب تأهل مصر وبالمناسبة كان فيه ثقة في فوز مصر على الكاميرون لأن صراحة صراحة إحنا منتخب أتقل من المنتخب الكاميروني منتخب الكاميروني كان بيتسلح بالملعب بجماهيره بكل التصرحات اللي عملها صامو لقيته قبل المباراة بكل هذه الأمور لكن إحنا فعلا في البطولات الكبيرة والمباريات الكبيرة بنكون على قد الحدث وبنقدر أن نفرح المصريين فطبعا ألف ألف مليون مبروك لنا كلنا وألف مليون مبروك للشعب المصري وبنق لكل شعب المصري تحيات البعثة وأفراد البعثة بالكامل يا كابتن إسلام طيب أمير طميني على البعثة بقى على النادي الأهلي عندنا مهمة قومية إن شاء الله يوم الحد منتخبنا الوطني مع منتخب السرغال ولكن عندنا أيضا مهمة النادي الأهلي عنده مهمة قومية إن شاء الله يوم السبت القادم في مباراة النادي الأهلي أمام منتري المكسيكي إن شاء الله أولى مبارياتنا للآله في كأس العالم للأندية طب مننا بقى على البعثة واليوم مش إزاي النهاردة في آخر اليوم يعني طيب بعيدا عن مباراة مصر والتأهل المفرح والحالة السعادة الخاصة بالتأهل المباراة النهائية لكن قبل المباراة كان فيه يعني خبر حزين جدا بالنسبة لكل الأفراد البعثة المتأكدة هنا وهي خبر إصابة عمار حمدي بقطعة في الرباط الصليبي في خبر صادم ومفاجأة لنا كلنا وإحنا بنتابع المران في الحقيقة للأسف الشديد الظروف لسه بتعاند النادي الأهلي الإصابات بتترصد لعبي النادي الأهلي وده أمر ملاحظ جدا خلال الفترة الحالية قدر طبعا قدر ربنا ما فيش اعتراض عليه أبدا أبدا كل حاجة قضاءه قدر لكن في نفس الوقت حالة حصلت وإصابة حصلت لكن التركيز عاد سريعا عشان أجواء المنديال وكاس العالم الأندية ومباراة منتري فبالتالي خلينا أقول لك البرنامج النهاردة مش إزاي كابتن إسلام في البداية طبعا معاد الفطار كان عشر صبح معاد الغداء كان الساعة 2 الظهر كان فيه محاضرة قبل التمرين التمرين النهاردة كان تم تقديمه شوية أنه هو بدل الساعة 8 يكون 7 ونص عشان يلحق الفريق يتمرن ويرجع يتفرج على المباراة في مقر الإقامة لان رحنا اتمرننا التمرين كان ماشي بشكل كويس جدا الفرقة اتمرأت بشكل كويس بعض الجمل تكتيكية بالمناسبة كان المران الرئيسي النهاردة اللي شهد الاعتماد على كل العناصر اللي هتبتدي المباراة بإذن الله بعد بكرة السبت فالأمور كانت ماشية بشكل طبيعي جمل تكتيكية تعليمات من كابتن سامي أمصان طبعا كان استمرار غياب مستر بيتسو موسماني بسبب إيجابية مسحته وبكرة هيبقى في مسحة الصبح وحيتم يعني ان شاء الله بشكل أكبر بإذن الله تتحول لسلبية عشان ينضم مع الفريق بشكل طبيعي هو برضو كان معاهم من خلال الفيديو كونفرنس في المحاضرة خلال المران وبعد ما كان خلاص المران قرب ينتهي قبل عشر دايق من انتهاءه حصل الموقف بتاع عمار حمدي في كرة مشتركة مع أحد زملائه في التأسيمة الأخيرة في آخر التأسيمة كمان فوقع عمار مسك رجبته وكان بيتألم بشكل كبير جدا وكان حاسس أن في حاجة وكان بيهند بحظه بشكل واضح وبكى بكى للأسف الحياة هي لعيب كرة بيجي نصليبي بيحس بي على طول أميره هو في الملعب بالضبط 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 يعني المران كله توقف الناس كلها كانت يعني متعاطفة بشكل كبير جدا مع عمار حمدي ألام كانت كبيرة بالنسبة له الراجل بكى والدايق جدا الناس قاعدت توسيه وكان عنده أمل أن الموضوع ما يبقاش بالشكل ده طبعا دكتور عحمد أبو عبلا نزله دكتور وفاقي نزله تطمنه على رجله كل الأمور والإجراءات الأولية اللي بتتعامل في هذه اللحظات الصعبة لأي لاعب بعدها مباشرة يعني تم استحاب اللاعب عن طريق صارة إسعاف لأحد المستشفيات القريبة جدا من ملعب تدريب النادي الأهلي عمل أشعة رانين من بعدها على طول ما فيش نص ساعة أو ساعة بكتير تم الإعلان والتأكد بإصابة عمار حمدي بالروباط الصليبي عشان يكون تاني لاعب في النادي الأهلي فترة وجيزة جدا يكون عنده رباط صليبي بعد طبعا أكرم توفيق لما أصيب مع المنتخب في بداية البطولة أمام نيجيريا في كل الأحوال نتمنى له كل السلامة عادة البعثة تفرجنا على المباراة بكرة حيكون يوم طويل ومهم جدا بداية بالفطار الصبح حيكون فيه الاجتماع الفني بالمناسبة وقبل الاجتماع الفني حيكون فيه مسحة لكل أفراد البعثة عشان طبعا مباراة بعد الغد وهي المسحة النهائية اللي حيتم تحديد من خلالها إن شاء الله بإذن الله جباية أو سلبية العينات إن شاء الله كله يطلع سلبي عشان نقدر نحضر المباراة كلنا بإذن الله فبعد المسحة حيكون فيه اجتماع فني خاص بالمباراة وتنصيق بكل الأمور التي تتعلق بأمورات الأهلي ومنتري المكسيكي الزي الحكام تعليماتهم وكل الأمور اللي احنا عارفناها بعد كده حيكون فيه معاد الغداء وبعد كده حيكون فيه برضو المؤتمر الصحفي حتى هذه اللحظة اللي هيحضر المؤتمر الصحفي كابتن سامي أمصان في ظل غياب بيتسو مسماني إلا إذا تحولت عينته قبل المؤتمر الصحفي إلى سلبية فبالتالي أكيد حيكون متواجد فيه المؤتمر الصحفي بعد المؤتمر الصحفي مباشرة حيكون فيه المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي ووضع الرطوش الأخيرة على تشكيل الفريق خصوصا بعد استبعاد عمار حمدي بشكل طبيعي جدا وبالمناسبة هو كان بادي أساسي الراجل هو جنب ديانج اللي كانوا أساسيين في نص الملعب لكن قدر الله ما شاء فعل حنشوف حيتم الاختيار أو الاستقرار على مين يكون بجوارد يانج في وسط الملعب في مباراة منتيري الأجواء تبدو حزينة ما قبل مباراة مصر لكن منتخب فرحنا بعد كده بالفوز والتأهل المباراة الانهائية التركيز عاد سريعا يا كابتن الإسلام وان شاء الله بإذن الله لأهليكم ومتعودين دايما من الأهلي أنه يقهر كل الظروف والعقبات اللي بتقابله بإذن الله يا رب أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أمير هشام من الإمارات العربية المتحدة مع بعثة النادي الأهلي عفوا زي ما قلت لحضراتكم لازم دايما نبقى موجودين طول النهار النهاردة من الصبح ساعة عشر الغاية دلوقتي وإحنا دايما بننقل لحضراتكم إيه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي فكالعادة الحقيقة بنقول لحضراتكم أو اليوم بينتهي إزاي اليوم دائما بينتهي مع زميلنا أمير هشام بيشرح لنا إيه اللي حصل النهاردة وكيف سيبدأ النادي الأهلي يوم وبكرة إن شاء الله